خلينا بقى نتكلم على القافلة الكبيرة دي ايه قصة القافلة؟ قصة القافلة يمكن ابتدت من رمضان الماضي احنا يمكن نزمنا قافلتين متتاليتين خلال شهر رمضان في ظروف صعبة زي جائحة كورونا خلال شهر رمضان يمكن اطلقنا قافلة فيها 150 ألف كرتونة موجهة ل150 ألف أسرة بعدها مباشرة خلال أسبوع نزمنا قافلة تانية قوامها 300 ألف كرتونة وجهت لـ 300 ألف أسرة كان الحلم بالنسبة لنا طول الوقت ان احنا ازاي نحقق رقم قياسي نعبر دي قد ايه كل من اللي بيشارك في صندوق طحية مصر هو بيشارك في حاجة كبيرة بتوصل لأكبر عدد من الأسر المستحقة من هنا وبعد توجيه السيد الرئيس بتكسيف عملنا خلال الفترة الماضية ابتدينا نتشاور مع وزارة التضامن الاجتماعي وكل شراكاتنا من منظمات المجتمع المدني ازاي نوصل لأكبر رقم للأسر الأولى بالرعاية في الوقت الدائق اللي احنا فيه دي فكرة ذكية جدا وحلوة بصرع اجتلكم منين الفكرة ان احنا نعمل اكبر قافلة وممكن ندخل بها جانس راكورد جانس راكورد هو راكورد للأرقام القياسية حولها احنا بالفعل بنحاول طول الوقت ان احنا نوسع من دائرة المستفيدين من صندوق طحية مصر وبالفعل عندنا المنتجات وعندنا المحتوى اللي نقدر نوصل به للأسر الفكرة ان احنا ازاي نلما عداء او نروج لداء اعلامية نوية على المستوى الدولي علشان نكسب ثقة ناس كتير سواء داخل مصر او خارج مصر تتبرع للسندوق من هنا كانت الفكرة وبالتالي ان احنا ابتدينا الاول بألفين طن من الدواجن عملوا اتنين مليون دجاجة حطينا في كل شنطة فرختين اتنين كيلو تلتميت جرام عشان توصل للأسر بعد كده فكرنا طب احنا مش هندي للأسر بس دواجن لا احنا عايزين كمان مواد غذائية ابتدينا نوفر المواد الغذائية في شكل كرتونة قوامها عشرة كيلو ونص فعملنا الكاراتين ابتدت المسألة تكبر طب احنا عندنا اكتر مبادرة رئاسية المفروض ان احنا نفذها تبقى لتوجيه الرئيس فابتدينا نجيب الشحينات المحملة باجهزة الغسيل الكولوي 1500 جهاز غسيل كولوي بعد كده ابتدينا نتكلم في حضنات الاطفال المبتسرين الانوال بعد كده لبس الصيادين بعد كده جهاز العرائس 2000 عروسة علشان نوصل في الاخر لـ 480 شاحنة كانت مصطفى امام الماسا كابيتل نقدر نخش بها مصاد جانس